مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو بعنوان لماذا يتهم المسلمون المسيح بالتجديف على الله قد ترى عزيزي المشاهد أن هذا العنوان غريب لكن هذا العنوان هو فعلا يعكس إيمان المسلم في شخص المسيح وما قاله القرآن وما ينادي به المسلم هو فعلا أنه يتهم المسيح له كل المجد بأنه مجدف فهو لا يختلف عن اليهود الفرسين والكتبة الذين أيضا اتهموا المسيح بأنه مجدف فسترد شخصية المسيح شخصية محورية فمن هو يسوع المسيح الإجابة على هذا السؤال هي أهم إجابة ممكن للإنسان أن يصل إليها وهو حي على هذه الأرض لأن الإجابة على هذا السؤال هي تحديد لمصير الإنسان لأن من آمن به كل من آمن بالمسيح فله حياة أبدية وأما الذي لا يؤمن باسم ابن الله فسيكون مصيره الهلاك الأبدي عشان كده في كل برامجنا في قناة الحياة نحن نقدم المسيح ونعز المسيح ونشرح من هو يسوع المسيح كما أعلن هو لنا عن نفسه وكما سجل لنا الكتاب المقدس حياة المسيح وألامه وقيامته ماذا كده لما نيجي إلى من هو يسوع هل المسيح مجرد نبي مثل باقي الأنبياء قال هو زي موسى زي إلية المسيح في وظيفته المسيح كان جامع ثلاث وظائف معا كان نبي لأنه أتى برسالة الله لكن المسيح لم يكن نبي كبقية الأنبياء في شخصه هو مختلف في جوهره هناك اختلاف في طبيعته هناك اختلاف أساسي هل المسيح هو مجرد معلم عظيم كما يرى البعض الذين يرفضون أن المسيح نبي والذين يرفضون أن المسيح هو كلمة الله يرى أن المسيح إنسان عظيم معلم عظيم علم وقال أشياء لم يعلم بها أحد من قبل ومن بعد لكن الإيمان بيسوع المسيح مجرد نبي لا يخلص الإنسان والإيمان بالمسيح كمعلم عظيم لا يخلص الإنسان وما ليه لي يخلص الإنسان الإيمان بأن المسيح هو كلمة الله المتجسد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان الله الظاهر في الجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا هذا هو الإيمان المسيحي الإيمان الذي لم تخترع كنيسة الإيمان الذي لم تصوت عليه الكنيسة ليكون إيمانا رسميا لكن الإيمان الذي ناد به يسوع وتعلمنا من الرب يسوع نفسه وأعطى هذه الرسالة للكنيسة لكيما تذهب الكنيسة إلى العالم أجمع وتكرز بالإنجيل للخليقة كلها من له الإب له الحياة هل يمكن أن يكون ما قاله يسوع عن نفسه صدق وحق؟ هل كل الحاجات اللي قالها المسيح عن نفسه هي حقيقية؟ وإذا لم تكن الأشياء التي أعلنها يسوع عن نفسه حقيقية يصير المسيح مجدفا وما عندناش أمر وسط إما أن نصدق كل ما قاله يسوع وأعلنه إما أن نقول أن ما قاله يسوع عن نفسه هو تكديف على الله طبعاً الإخوة المسلمين بيحاولوا يخرجوا من هذه المعضلة بأنهم يقولوا قال الكتاب المؤدس محرف إيش دمننا أن اللي قاله المسيح في الكتاب المؤدس هو فعلاً قاله المسيح هذا طبعاً كلام يعني ملهوش أي أساس من الصدق لأنه هو بطريقة غير مباشرة بيقول أن المسيح مجدف المسلم بطريقة غير مباشرة والقرآن جعل المسيح أيضاً بطريقة غير مباشرة مجدفاً المسيح قال للناس ثالث ثلاثة الإسلام يكذب المسيح ويجعله مجدف على الله وهنا ما عنديش ما عنديش إلا خيار واحد إما أن أنا أصدق كلمة الله وأقبل ما أعلنه الكتاب المقدس على فم يسوع له كل المقد والذي سجله لنا رسل المسيح الشهود الذين عاشوا مع المسيح ويمن أنا أصدق كتاب جي بعد المسيح بأكتر من ستمائة سنة يحاول ينفي ويعارض ما كتب في الأنجيل ولم يكن شاهد عيان ولم يعيش مع المسيح ولم يسمع كلمات المسيح ولم يرى شخص المسيح ولا يستطيع أن يقول كما قال يحنى الحبيب الذي رأيناه بعيوننا الذي لمسناه بأيدينا من جهة الحياة أيهم أصدق لو سدأت الإنجيل المسيح في الإنجيل قال أشياء لا يمكن أبدا أن ينطق بها إنسان طبيعي عادي وإذا سدأت القرآن يبقى أنا جعلت ما قاله المسيح في الإنجيل عن نفسه تجديف على الله طيب إزاي بتقول الكلام ده وعلى أي أساس وماذا قال المسيح عن نفسه النهاردة هجيب أكتر من عبارة ألها الرب يسوع عن نفسه وعايز حضراتكم تفكروا معايا بأي سلطان قال هذا ومن من البشر يستطيع أن يقول ما قاله يسوع أول حاجة من الذي خلق الملائكة في الإسلام وفي المسيحية وفي اليهودية ومن له السلطان المطلق على الملائكة هنشوف الفيديو اللي جاي وهو بيقدم لنا وجهة نظر الإسلام عن الملائكة ونيجي نحط هذا أمام كلمات المسيح فنسمع الفيديو ونرجع نعلق عليه خلق الجن والإنس جاء منصوصا عليه في القرآن أما خلق الملائكة فلم يأتي منصوصا عليه في القرآن إنما نطقت به السلطة الصحيحة ملائكة مخلوقون من نور هل فكرتم مرة عن عبرة ودلالة ورمزية خلق الملائكة هو مبرمج هو كين مبرمج لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يبقى الملائكة هي من خلق الله هي كائنات يعني لو خدنا الكلمات دكتور عدنان هي كائنات مبرمجة لا يعصون الله يفعلون ما يأمر به الله هم خدام عبيد لله يتممون مشيئة الرب ويفعلون ما يأمرهم به الله وموضوع الملائكة ده موضوع كبير لكن الحقيقة الأساسية هم أولا جزء من خلقة الله الله هو الخالق الله هو الذي له السلطان المطلق عليهم يجي بقى الرب يسوع وينسب الملائكة لنفسه ويقول أن الملائكة هي ملائكته طب محنا متفقين أن الملائكة هي ملائكة الله في الكتال المعدس يقول ملائكة الله لكن يأتي المسيح ويقول أن الملائكة هي ملائكته لازم نقف هنا ونسأل إزاي وبأي سلطان ومن أنت وكيف تقول هذا ومن أعطاك هذا السلطان لتقول هذا هتقول لي المسيح ما قالش كده أقول لك لا لا المسيح قال كده تقرأ معايا في متة 13 وفي عدد 41 إلى 42 قال الرب يسوع أنه يرسل ابن الإنسان وابن الإنسان لقب محبوب جدا إلى الرب يسوع كان يشير به إلى نفسه وقد ذكر في الأنجيل أكتر من 82 مرة بيز يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإث ويترحونهم في أتون النار يبقى ابن الإنسان هيرسل ملائكته ما قالش أنه ابن الإنسان سيطلق من الله أن يرسل ملائكته لا لا ده بيقول أن ابن الإنسان اللي هو شخص المسيح سيرسل ملائكته يعني الملائكة دي بتاعته هو وبما أن الملائكة دي نسبها إلى نفسه فأكيد هو خالق هذه الملائكة وأكيد هذه الملائكة هي تحت أمره وأكيد هذه الملائكة هي هي تعطي حسابا له وفي خدمته وعش كده بيجي سؤال من هو هذا مين من الشخص ده وبأي سلطان يقول هذا ولا يمكن أن يكون قائل هذه الكلمات مجرد نبي عادي لأنه إذا قلنا أنه نبي عادي كما يدعي القرآن يبقى نحن نقول عن المسيح أنه مجدف على الله وهذا ما يؤمن به المسلمون لاحظ كلام الرب يسوع فهو لم يقل أن الله يرسل ملائكته بل قال أن ابن الإنسان أي يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد يرسل ملائكته ولما يرسل ملائكته هيجمع جميع المعاثر وفاعل الإثم ويترحونهم في أتون النار دي حقيقة مهمة وبعدين يجي واحد يقول لك المسيح لم يقل صراحة أنا هو الله طب قل لي دي تفصرها زي أقول لي دي تفصرها زي أقول لي كلام المسيح تفصره زي وزي ما قلت لحضراتكم المهرب الوحيد للمسلم هو أن يقول أن الكلام ده محرف ودي مجرد تهمة باطلة ليس لها أي أساس لأنها مبنية على أساس باطل وهذا الأساس اللي مبنية عليه هو إذا وردت أحداث أو عبارات في الكتاب المقدس تتناقض مع أحداث وعبارات ذكرت في الكرآن الذي أتى بعد ستمائة سنة يبقى الكرآن هو الصادق والكتاب المقدس هو المحرف ده المنطق الأعمى اللي ماشيين عليه من أول ما ابتدأ الاتهام الكتاب بأنه محرف ده الأساس اللي بنيت عليه فمن هو هذا هو ده السؤال وده سؤال جوهري وأساسي نعلم جيدا أن الملائكة هي كائنات روحية كائنات روحية مخلوقة لخدمة الله ولا يستطيع إنسان أن يمتلك هذه الكائنات لا أنا ولا أنت ولا نبي من الأنبياء ولا أي شخص مهما كان فهي لا تأتمر بأمرنا ولا تفعل مشيئتنا ما ينفعش تقول لها تيجي تيجي وتروح تروح ما ينفعش تقول لها تعمل كذا تعمل كذا لو أنت إنسان فقط هي في خدمة الله ولتحقيق مقاصده عشو كذا الكتاب قال لنا عنها أنها ملائكة الله في لؤة 12 ولؤة 15 هي ملائكة الله أن يقول المسيح له كل المجد أن يقول أن هذه الملائكة هي ملائكته فهذا القول لا يصدر من إنسان عادي هذا الفكر الذي إذا ادعاه أي إنسان عادي عد مجدفا وده أساس إحنا لما بنيجي نقرأ الكتاب المعدس وبنيجي نقرأ الأنجيل من أين بدأ الإيمان بلهوط المسيح بدأ الإيمان بلهوط المسيح من كلمات المسيح ما اليهود وتلاميذ المسيح تلاميذ المسيح أساساً يهود كلهم يهود بما فيهم بوليس اللي عامل المسلمين مشكلة كبيرة وبالنسبة لليهودي أول وصية في الوصاية العشر لا يكن لك آلهة أخرى أمامي يعني هو موحد قلباً وقالباً ولا يقبل أبداً مع الله شريك فلو جينا لتلاميذ المسيح مش ممكن أبداً هيخطلقوا أو يخترعوا لهوط المسيح لكنهم رأوا في المسيح ما لم يراه المسلم ولا محمد رأوا في المسيح وفي كلماته وفي تعليمه وفي حياته الكلمة المتجسد الله الظاهر في الجسد وعش كده الكلام اللي قاله المسيح كلام مهم هو الأساس اللي تبنت عليه عقيدة لهوط المسيح دي حاجة من الحاجات يبقى يا إما أنك تقبل بأن قائل هذه العبارة هو الله الظاهر في الجسد الذي له سلطان على الملائكة والذي الملائكة تعتبر ملائكته يا إما أنك تعتبر كلام المسيح تجديفا على الله ولك مطلق الاختيار دي حاجة طيب نجعل لنقطة تانية المسيح هو بيكلم لكل المجد في الجزء ده هو بيكلم عن الدينونة وأنه هيرسل ملائكته لكن كمان بيقول أنه يجلس على كرسي مجده ليدين لكيما يصنع دينونة يجلس على كرسي مجده وده بيخلينا أيضا نتساءل هو مين ده يعني الله في الإسلام مستوي على عرشه وكلمة مستوي لا تعني استلاء أو امتلاك لكن تعني متكئ واخد راحته على عرش شايلينه ثم ملايكة يعني محدود إنه هنا يقول يجلس على كرسي مجده ومن الذي يجلس على كرسي مجده من الذي رأاه إشعياء في أصحاح ستة من سفره رأيت السيد الرب جالس على كرسي عالي وأزال وتملأ لأي كال والملائكة والصرفي موقفون من حوله هذا ينادي يجلس على كرسي طب أخذ مدخلة ألو الأخ جورش مساء الخير أهلا بك أهلا بك شكرا دكتور الأخوة المسلمين الأخوة المسلمين دائما السؤال بيطرحوا أين قال المسيح في الإنجيل أن الله فاعبدوني تحتي المقابل لهم أين قال المسيح أنا لست الله لا تعبدوني يأتون بهذه الجملة بالحرف مثل ما يطالبون نحن نجيب لهم جملة بالحرف من الإنجيل أن المسيح لم يقل أنا الله فاعبدوني فيأتون نحن بجملة من الإنجيل يقول المسيح فيها أنا لست الله لا تعبدوني هاي نقطة النقطة الثانية المسيح كان يهودي المسيح كان في بيئة يهودية المسيح أعلن عن لاهوته بطريقة يفهم اليهود المخاطبين فيها أعلن بأقصى طريقة ممكن يفهم أي يهودي وتتكلم عن نفسه إن إنسان عندما قال قبل إبراهيم كائن قال أشياء كثيرة لا يمكن لأي يهودي أن ينسبها لنفسه إذا كان هو الله فالمخاطب اليهودي فهم معنى المسيح ولذلك حاكموه ولذلك اضطهدو ولذلك صلبوه هذا الأخ المسلم يريد أن يخاطب المسيح العقل العربي في القرن السابع ميلادي أن يقف كزعيم شيخ قبيلة أن يقف ويقول لهم اجدوا أمامي أنا الله فاعبدوني يا أخي لم يأتي المسيح لذلك المسيح لم يأتي لذلك المسيح لم يأتي لذلك أعلن لهوته بأقصى طريقة وكل وضوع لأي يهودي يمكن له أن يفهمه شكرا لك أخي جورج فعلا يعني كلام حضرتك كلام مهم جدا وزي ما أنت قلت أن هذا هو سبب كره اليهود له المسيح أو اليهود حاكموا المسيح ليس نتيجة ما فعل لكنه نتيجة ما قال لأنهم رأوا في شخصه مجدف كلمات اللي قالها المسيح فهمها اليهود لما يجي يقول لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فهموها لما يجي يعلن عن نفسه أنا هو فهموها لما يجي يقول لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل فهموها وعش كده كل هذه الإعلانات كانت تراكمات جعلت اليهود يبغضوا المسيح كيف تقول هذا وده بالزبط يعني اللي بيعمله الإخوة المسلمين أنه بدل ما هو يفهم ويدرك ويقبل ما أعلنوا المسيحا نفسه هو بيحاول أنه يشوه الكتاب المؤدس ويقدم مسيحا مزيفا ليس مسيحا حقيقيا مسيحا مزيفا كل من يقبل هذا المسيح الذي يقدم القرآن يكون مصيره الهلاك الأبدي لأنه دي خطة إبليس وده هدف إبليس أن يهلك أو يهلك الكل أما المسيح المخلص ابن الله وهو الذي به ننال الحياة الأبدي يجلس على كرسي مجده شوفوا رب يسوع هنا يقول يقول أنه في متى زي ما قلت خمسة وعشرين جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القدسين معه يعني في مجيء رب يسوع سيأتي بمجده أو في مجده يعني يعني في مجده يعني غير الصورة اللي أتى فيها بتجسده بالتجسد أدا متضعا أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس ده بالتجسد لأنه أتى لكي ما يقدم نفسه فدية عن كثيرين لكن في مجيء الثاني سيأتي بمجد عظيم للدرجة أن الأشرار يقولون للجبال سقط علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش بمجد سيأتي بمجد عظيم وجميع الملائكة القدسين معه ما دول جنود اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي بيتمموا ما شئته فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويعمل ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء قادرين تستوعبوا المنظر الحدث قادرين تستوعبوا كلمات المسيح قادرين تفكروا فيها ويجي السؤال مين ده من هو هذا الذي يأتي في مجده ومعه جميع القدسين ويجلس على كرسي المجد ويجمع كل الشعوب أمامه ويدين الكل إذا كان المسيح واحد من الأنبياء طب ليه العمل ده ما أمشي به يقوم به رسول الإسلام خاتم المرسلين كما تدعون ليه أليس هذا الذي حتى الله يصلي عليه يعني ما معنى المسيح ما الذي في المسيح يجعله يقوم بأعمال الله وما الذي في المسيح حتى أن الله يجعله يقوم بأخص اختصاصاته أسئلة 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 يعني تحتاج إلى أجابة الأخ المسلم غير أنه كتاب محرف لأنها خلاص يعني كذبة أديمة كلنا كلنا يعني حتى المسلمين زهقوا منها لماذا لا تقف إنسان عادي وهو الذي يدين الشعوب والأمم والكل يقف قدامه أليس الديان والله يبقى أكيد في المسيح حاجة مختلفة يبقى أكيد شخص المسيح ده مختلف يبقى أكيد هو أعظم من أن يكون مجرد إنسان شايفين الأسئلة ممكن تاخدك لفين ودي أسئلة مشروعة كل دون بيأكد لنا يعني كتير جدا من الأشياء بتأكد لنا إنه زي أن المسيح هو أعظم من كونه مجرد رسول في طبيعته في شخصه كويس اللي بينسيبه المسيح لنفسه يأما يكون حق يأما يكون تجديف يأما أن أنا أقبله كحق يأما أن أنا أقول أن المسيح مجدف وحاشة للمسيح لكل مجد لا حياته ولا سلوكياته ولا قدسته ولا تعليمه تقودنا إلى الاتجاه بتاع التجديف لكن بالعكس حياته تعليمه وصفاته وأعماله تقودنا للإيمان بأنه كلمة الله المتجسد كمّل مع بعض لسه يعني فيه كلمات كثيرة أخرى لها المسيح أجي عندي نقطة أساسية ونقطة دي يعني جعلت اليهود جعلت اليهود يتضايقوا جدا جعلت اليهود في رد فعلهم تجاه المسيح يكونوا يمكن أكثر من المسلمين وهي غفران الخطايا هل يوجد مسلم على وجه الأرض يؤمن أنه يوجد إنسان أو شخص ما مش الله في مقدرته أنه يخفر خطايا الإنسان لا طبعا فالله وحده هو غافر الخطايا عرفنا ده منين عرفنا من التعليم الإسلامي وعش كده نشوف الفيديو اللي بيأكد الحقيقة دي ونرجع نتكلم عن يسوع غافر الخطايا ناخد الفيديو التاني قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم مهما بلغت ذنوبك مهما بلغت سيئاتك الله غفور الله غفار الله غفور الله غفار الله غافر غافر الدب وقارن التوب لا تقنط من رحمة الله والله لا يسع عاقل يدرك من العلم مثقال ذرة أن يقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا يجوز للإنسان أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لي أبدا إن الله يغفر الذنوب جميعا الله إن الله يعيدك صفحة بيضاء كأن أمك ولدتك الأهم يبقى الله هو يغفر الذنوب غافر الذنوب طيب قبل أن نتكلم عن يسوع المسيح غافر الذنوب دعنا نأخذ مداخل الأخ إبراهيم من المغرب أهلا 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 وسهلا بك شكرا تفضل أنا عندي سؤالي أهلا أهلا أنا بس كلم عن الأخ اللي هنا في التلفاز أو لا آآ آآ معيك معيك أنا سامعك آآ يا سأنا أنا كنت أسمعت بالله حتى لا يمكن أن تؤمن بالله تأخذ بالقرآن لا يمكن أن تأخذ بالقرآن لأنا أغلب حوالي 600 سنة بعد المسيحة بعدين سمعتك تكلم عني اليهود أنهم اتهموا أنهم عملوا حشية غير جيدة للمسيح أي فلو أخذنا بما قلته في المرة الأولى أن لا يمكن أن تؤمن بما جاء به المسيح لأن الإسلام جاء 600 فلماذا لا تؤمن بموسى وما جاء به موسى قبل عيسى للماذا لا نتخذ ما جاء في الأول طيب أولا أولا أشكرك على مدخلتك وعلى سؤالك أولا نحن نؤمن بما أتى به موسى زي زي ما أنت بتؤمن بموسى بس نحن نؤمن بما أتى به موسى كما هو مكتوب أيضا في الكتاب المعدس كويس ليه لأنه نحن نقبل العهد الأديم اللي هو كتاب اليهود اللي بتكون من التوراه والأنبياء والكتب نحن نقبل هذا كجزء من أعلان الله لنا لأنه فيه أيضا إعلانات عن من هو الله وعن شخص يسوع المسيح فنحن نؤمن بنبي الله موسى ونقبل ما أعلنه الله من خلال موسى كجزء من الإعلان الإلهي لكن المسيحية لم تأتي لكي تلغي موسى ولم تأتي لكي ما تقدم تعليم مخالفة لتعليم موسى ده عكس القرآن الذي أتى بعد ستمائة سنة وأتى بما هو يخالف الإيمان المسيحي أتى على النقيد من الإيمان المسيحي فنحن نؤمن أن المسيح يسوع هو كلمة الله المتجسد القرآن شطب على هذا وقال إن المسيح هو مجرد نبي من الأنبياء نحن نؤمن بالصليب وبأن المسيح قد صلب واليهود أنفسهم الذين لم يؤمنوا بالمسيح هم أيضا يؤمنون أن حدث الصلب حدث تاريخي لكن أتى القرآن بعد ستمائة سنة ولغى حدثة الصلب وقال لك شبها لهم ولم يقدم دليلا واحدا لا منطقيا ولا تاريخيا على من الذي شبها له وكيف وتقرى تفسير حتى العلماء المسلمين كلها متضاربة مع بعض نؤمن أن طبيعة الله الله واحد مثلس الأقريم جاءت القرآن ولغى هذه الفكرة فالفكرة من أساسها بأي سلطان تفعل هذا أولا معظم ما قيل عن الإيمان المسيحي في القرآن ليس هو الإيمان الحقيقي بل أكثر من كده ده القرآن كفر المسيحيين وجعلهم كفر كفر الذين قال وكفر وكفر وهو لم يكن شاهدا عيان ولم يعيش في اليهودية ولم يطلع على الإيمان المسيحي الحقيقي بل يطلع على الهرتقات التي كانت موجودة في الجزيرة العربية بعدين تيجي تقول لي أصله ده إعلان الله لا مش إعلان الله مش إعلان الله طيب شكرك طيب آية آه معك؟ لسم آية آه أنا 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 بعيش في الولايات المتحدة وبعرف آه أتكلم مع مسيحيين مصريين ومن بعد ما ما نتكلم عن العيسى عليه السلام وبيقولك أنه مش كل المسيحيين بيقولوا أني إن عيسى ابن الله ما نتكلم مع أنهم مسيحيين أنا أنا ما شفتش مسيح بيقول على نفسه إنه مسيحي وبينكر لهوت المسيح أنا يعني أنا 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 عايش هنا معاهم في جيرزي السيري آه يعني أنا ما جبتيش الكلام ده يعني أنا أنا عايش زيك أنا ما شفتش مسيحي لأنه أساس الإيمان المسيحي أنت هنا في أمريكا؟ أساس الإيمان المسيح حضرتك أنك تؤمن بأن يسوع المسيح هو ابن الله الظاهر في الجسد ده أساس الإيمان المسيح ده واحد ألف بالإيمان المسيح قد تجد شهود يهوى دول مجموعة أخرى أو تجد ناس ملحدين ممكن يبقوا هو ليس يختلف المسيحين والمسلمين أصلا اللي عايز يؤمن به أنه الله متجسد في عيسى عليه السلام واللي عايز يؤمن به رسول يؤمن وخلي لما الواحد يموت ويرغو عندي الله وكل واحد يتحاسب على إيمان وليه الخلافات طيب أقول لحضرتك أقول لك لي لأنه أنا لما لأيك وأعرفك وإنك بتؤمن أن الله متجسد في عيسى أنا ما بكرهكش لا خالص ولا أنا أكرهك بالعكس يعني أنت أخي عزيز علي حتى لو أنت أنا قلت الكلام ده عشان أنا عارف أني عندكم المشكلة ده في مصر لا أقول لحضرتك حاجة المشكلة 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 كلها تتلخص في الآيات تتلخص في الآيات يعني أنا كإنسان مسيحي جي واحد جي واحد كفرني صح؟ كفرني هو اللي كفرني مش أنا اللي كفرته ده معتقده جاء عندك وقال لك أنت كافر يعني لكن المشكلة دي ما عندناش في المشكلة يعني ما هو ده ما هو ده القرآن هو اللي كفرني مش المسلم اللي كفرني القرآن هو اللي كفرني وبعدين في نفس الوقت أنا النهاردة بعملي أنا النهاردة بحاول أشرح إيماني وأشرح إيماني زي ما أنت بتتفرج على الحلقة النهاردة أنا بقدم الذي أؤمن به وما الذي أؤمن به بقدم اللي قاله المسيح من الكتاب المؤدس ممكن حضرتك تبقى بتسمعني وممكن تقتنع وممكن تقول لا أنا لسه محتاج أدرس الموضوع ده أكتر وأكتر بما أنه الموضوع ده مهم فأنا محتاج أن أنا أدرس فيه عنه أكتر وأكتر وممكن ده يدفعك أن أنت تقرأ عن المسيحية وتقرأ عن مين هو يسوع وتتعرف على المسيح وتنال حياة أبدية نحن نقدم المسيح الذي يخلص المسيح الذي يقود إلى الحياة الأبدية لكن لو حضرتك عايز عادي تقضي حياتك عادي وبعدين لما تروح هناك بقى تكتشف المفاجأة ده قرارك الشخصي ده قرارك الشخصي أعتقد أني مستحيل مش مستحيل ولكن من السعب الإنسان يغير ندريته لما يكبر في دي عاقدة بتكبر معاك أنزت من والدين مسلمين بيؤمنوا بأن عيسى رسول بتكبر معاك لكن في نفس الوقت في نفس قليلين بيغيروا رأيهم بس في نفس الوقت أخي إبراهيم في نفس الوقت أخي إبراهيم أنت مسؤول عن قرارك الله هيحسبك على قرارك مش على قرار والديك أنت بلا عذر أيها الإنسان ما ينفعش أقول أصلا اتولدت في بيت مسيحي فأنا يعني إبلت الإيمان المسيحي وخلاص وبقيت مسيح لا أنا على أي أساس إبلت الإيمان المسيحي ليس يعني زي ما قال للرب يسوع أنه ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماية لازم يبقى على أساس وعلى إيمان لكن ومش الله سبحانه وتعاله أرسل أرسل عيسى عشان يبلغنا أن الله واحد إحنا بنؤمن بأن الله واحد أهم حاجة أنه بنؤمن أن الله موجود وأنه طيب أنا أقول لك حاجة أنا أقول لك حاجة ممكن تصدمك عارف الكتار المقدس بيقول لنا إيه بيقول لنا أنه حتى الشياطين شياطين يؤمنون ويكشعرون يعني الشيطان بيؤمن أن الله موجود صح ولا وبيكشعر إحنا بنؤمن بأكثر من موجود إحنا بنحاول ما نعملش بحاجات يعني ما تعملوهاش كويس الإيمان الشيطان بيؤمن بوجود الله وبأنه واحد وإنه بيقشعر من الله كويس لكن الإيمان بيحرد على القتل وبيحرد على كل الحاجات اللي سبحانه وتعالى اللي ما تعملوهاش إحنا مش زي الحاجات دي ما بنعملش الحاجات دي حضرتك 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 يعني محتاج تعرف عن الإيمان المسيحي محتاج إنك إنك تفتح قلبك كويس لإنك تعرف مين هو يسوع المسيح لأنه فعلا لو عرفت يسوع المسيح كل اللي أنت بتقوله دوا هتختلف وجهة نظرك حتى للحياة وحتى للأبدية نحن نكرز بالمسيح اللي بيغير الحياة واللي بيضمن الأبدية وأنا عايز أسألك سؤال حضرتك النهاردة كمسلم كويس الرب يدي لك طولة العمر الله يدي لك طولة العمر والصحة باركة لو فيك حتى لكن لكن لو حياتك انتهت النهاردة هل حضرتك ضامن ضامن إنك رايح الحياة الأبدية لأ طبعا لأ عملنا كتير سيئات طب طب ازاي تضمن على أي أساس تضمن عدنا في القرآن بيقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر وأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طب بس انت الآخر هو أصعب حاجة عندنا في الإسلام إنت حضرتك لآخر لحظة لآخر لحظة في حياتك هتبقى مش ضامن رايح فيه لأ طبعا لأ كويس لكن أنا عندي في الإيمان المسيحي إنه المسيح دفع تمن خطيايا على الصليب وإنه جعلني ابن ومن يؤمن به له حياة أبدية ويقول لنا الكتاب إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فالحياة الأبدية هي نحن على المقطعة نعم نحن على المقطعة وهل هذا المعتقد موجود في التوراة لما جاموسا المعتقد ده موجود أيضا إنه هناك حياة أبدية في التوراة عشان كده كان غفران الخطايا بيتم من خلال الزبائح اللي هي فيها رمز للرب يسوع كويس كان فيه سفك دم كان فيه كفارة كان فيه حاجة بتشيل خطاياك عشان كده كتاب يقول لنا عن الرب يسوع أن كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا هو حمل خطيانا هو مات على الصليب ليس لأنه فعل شيء وحش بل لأنه حمل خطايا وخطايا حضرتك وخطايا العالم كله عش كده اللي يؤمن بالمسيح أنه مات من أجله وحمل خطاياه صار له حياة أبدية واحد جاء لك النهاردة قال لك يا إبراهيم أنت عليك مديونية بخمسين ألف دولار أنا هدفع لك الديون بتاعتك دي أنت تبقى مطمن ولا مش مطمن مطمن هل هيجي واحد داين ويخبط على بابك يقولك أنت لازم تدفع اللي عليك ولا أنت خلاص تدفع اللي عليك هذا هو لا لازم تتأكد هذا هو الإيمان المسيحي ببساطة سداني يا إخوة إبراهيم إن المسيح بيحبك وإن المسيح دفع تمن خطاياك على الصليب وإنه عايزك تكون في أفضل مكان عايز يكون لك حياة أبداية صلي واطلب من الرب إنه يفتح قلبك وإنك تعرف الحق وربنا عمره ما هيبخل عليك عمره ما هيبخل عليك عرف لو بتدور بجد ربنا ربنا نسأل الله أن يورينا الحق ربنا الرب يباركك ونسعد دايما بمدخلتك معنا شكرا شكرا على المكلمة برك الله شكرا شكرا لك مع السنة المسيح يغفر الخطايا قلنا غفران الخطايا قلنا غفران الخطايا أمر إلهي مش أمر بشري بيس نيجي بقى نقرأ عن المسيح في الأنجيل نجد إنه بيغفر الخطايا ويقول للإنسان مغفورة لك خطاياك تشوف كده هذه الرواية ثم دخل كفر نحوم أيضا بعد أيام مسيح دخل منطقة كفر نحوم بعد عدة أيام فسمع أنه في بيت المسيح كان اشتهر أنه بيشفي وأنه بيصنع معجزات والناس بتحب بتسمع كلامه فلما كان بيروح حتى كانت الناس كلها على طول تقول بعض المسيح موجود هنا لو عندك مرض تعالى لو أنت أعمى تعالى الأعرق تعالى وكان بيشفي جميع الذين يأتون إليه وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع المكان اللي كان فيه اتملأ مبقاش فيه مكان فاضي ولا حول البيت الباب موجودة فكان يخاطبهم بالكلمة وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحملوا أربعة أربعة أصحاب كان ليهم صديق مفلوج أعرج ما بيمشيش فحطوه على نقالة وشالول الأربعة وقاتوا بي للمسيح بس معرفوش يدخلوا من الزحمة اللي على الباب فعملوا إيه وإيه لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع طلعوا فوق والبيوت كانت معمولة بالسعف وبالأش وبتاع فسهل أن أنت تفتح كوة في السعف كويس ويقول لما اقتربوا إليه كشفوا الصقف حيث كان وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج متجعا عليه فلما رأى يسوع إيمانهم إيمان أربع الأربع دول الأصحاب قال للمفلوج يا ابني مغفورة لك خطيق ما قال لهوش قوم امشي الأول قال له مغفورة لك خطيق وكان قوم من الكتبة هناك كتبة دي الفئة من المعلمين بتوع اليهود المختصين بناسخ الشريعة وإلى أخر وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم لما سمعوا كلام المسيح كل واحد فيهم قعد يقول في قلبه لماذا يتكلم هذا بتجديف من يقدر أن يخفر خطايا إلا الله وحده هم عندهم حق عندهم حق مفيش حد يقدر يخفر الخطايا إلا الله وحده ولم ييجي شخص ما ويقول مخفورة لخطاياك يبقى هنا أكيد لو هو إنسان عادي يبقى هذا الإنسان بحسب الفكر الكتابي هو مجدف على الله من يقدر أن يخفر الخطايا إلا الله وحده فللوقت فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا الناس دي ما قالتش حاجة ما نطقتش بكلمة الناس دي قالت جوا عايز حضرتك كده تبقى بتسمع حاجة وجواك تتقزم وتقول كانش مفروض يقول كده بس تقولها في سرك كويس هما قالوا في سرهم رب يسوع عرف ما في قلوبهم فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم أنتوا بتفكروا ليه كده في قلوبكم أنتوا ليه بتقولوا الكلام ده في القلوب بتاعتكم أيما أيصر الأسهل أن يقال المفلوق مغفورة لخطيات أم يقال كم وأحمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يخفر الخطايا إيه ده كلام اللي بتقولوا ده ده المسيح ما قالهمش معلش أنا أنا تقطاع غلط معلش أنتوا فهمتوني غلط أنا أصدي أقوله الله يخفر خطاياك لا ده المسيح زي ما احنا بنقول يعني زود الطينة بلا يعني يعني اللي قاله قال كلام أشد منه يقول لهم لكي تعلموا أن لابن الإنسان ابن الإنسان اللي قال عنه أن هو يرسل ملائكته هنا بيقول أن لابن الإنسان اللي هو شخصه أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يخفر الخطايا قال المفلوج لك أقولكم وأحمل سريرك واذهب إلى بيتك فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجد الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط هنكمل سأخذ مدخلة لأخ أبو مهند من أردن ألو مساء الخير مساء الخير أهلا بيك أخي أبو مهند ممكن أخذ مدخلتك بسرعة علشان أنا عندي بس كان دي أفضلة إذا سمحت بهذه الكلمة كلمة تقول رجل فريد سمعتها قائلة الجالس على العرش والخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبيدين رؤية 5-13 أمين أشكرك أن الرب يسوع المسيح يختلف كل الاختلاف عن بني البشر السائرين على هذه الأرض ماضي وحاضر ومستقبل هو الله إله هو إله وإنسان هو الله الكامل كما أنه الإنسان الكامل كانت حياته على الأرض تعكس لهوته وناسوته الكاملين الفكرة وصلت والذي قال عن نفسه أنا خبز الحياة ولكن شكرك على مدخلتك وفكرة حضرتك وصلت بتؤكد لنا مين هو شخص يسوع المسيح بس معلش عشان الوقت أنا قدامي يمكن ديئتين بالعدد فلا أنا أريد أأكد مع حضرتكم إن الله واحده هو أغافر الخطايا المسلم يؤمن بكده والمسيح يؤمن بكده واليهود يؤمن بكده لكن أن المسيح يدعي هذا الحق لنفسه أنا كمسيح ما عنديش مشكلة ليه لأنه ده بيأكد لمين هو يسوع اللي أعلن عن نفسه وأعلن عن لهوته لكن الكلام ده بيعمل مشكلة للمسلم ولازم المسلم يحاول يفسر الجزء دوا لي نحن من غير ما يقول أنه ده محرف لأنه دي خلاص قلنا أنه دي كتبة محدش بيصدقها النهاردة ما الذي يستطيع أن يخفر الخطايا ما هي إما يكون المسيح حق فيما يقول عن نفسه أنه فعلا بيخفر الخطايا يما يكون المسيح مجدف بمجرد أن سمع معلم اليهود والكتب هذا القول قالوا في قلوبهم لماذا يتكلم هذا بتكديف من يقدر أن يخفر خطايا إلا الله وحد وهذه حقيقة فالله وحده هو الذي يخفر الخطايا وإن كان الله وحده هو الذي يخفر الخطايا والمسيح قال مغفور لخطاياك يبقى أكيد المسيح أعظم وأسمى من أن يكون مجرد نبي عادي هو الله الظاهر في الجسد وما عمله وما قاله يؤكد حقيقة شخصه هذا هو يسوع الذي ننادي به وهنكمل مع بعض عن يسوع المسيح في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم سلام المسيح